موسيقى موسيقى مهلا جميل أنا الدكتور قول عبدو طبيب العيون في مستشفى الدين الجيتوي رح نحكي اليوم عموضوع الجلوكوما لانه قريبا رح يكون فيه أسبوع عالمي لمرض الجلوكوما بس قبل ما نحكي عن الجلوكوما ما تنسوا تتسجلوا باليوتيوب تشانل تبع مستشفى الدين الجيتوي ما تنسوا تضغطوا على الجرس حتى تجيكم كل التنبيهات لما تكون فيه فيديو جديد الجلوكوما في اللبناني يقولون الماء السوداء في غير دول العربية في غير ألوان يستعملون على المرض الماء السوداء يقول لكم كناية عن ارتفاع بداخل العين وهذا ارتفاع بداخل العين يكون على مدد طويل ويسبب مع الوقت إذا ما تعلاج يسبب ضغط بالعصر على العين ويسبب النظر يصبح قليلا ويصل المريض إذا ما تعلاج إذا ما تتابع مصبوط السوداء أن يصل إلى مدد عمى ويبدأ يسمى الماء السوداء لأنه يصل إلى مرحلة لا يرى شيء يصبح أسود ولكن هذا يكون النهائي نحن لا نجعل المرحلة يصل إلى هنا ماذا يمكن أن تشعر المريض في هذه المرحلة المشكلة لهذا المرحلة أنه لا يشعر المريض في أي مرحلة حتى يصل إلى مرحلة كثيرة من المرض ساعته يبدأ أنه يخاف ويأتي إلى الطبيب يرى الطبيب أنه يكون مرحلة ولكن الساعته يتأخذ لأن كل شيء يحدث في عصب العين وكل دمش يحدث في عصب العين لا يمكننا أن نعود إلى هنا وكل اختلال يحدث في عصب العين يظل موجود كل حياته للمريض لذلك نحن ننصح للمرحلة أنه يبدأ أن يقوموا بفحص عن الطبيب العين ابتداء من عمر 40 سنة حتى الطبيب العين يرى إذا كان لديه هذا المرض أو لا يوجد قبل 40 سنة إذا كان في العائلة لديه ماء سوداء يجب أن يكون في أي عمر الذي كان يكون يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يقوموا بفحص عن الطبيب العين حتى يتأكد أن لا يوجد هذا المرض لأنه في حالات يكون يكون وراسية لأن يتركز عن الطبيب العين لأن الفحص الذي يعمل عن طبيب العين لا يستطيع أن يرى هذا المرض حتى لو عند الشخص الثاني لا يتجب أن يكون تهدف عين لأنه يمكن أن يكون تهدف العين لأنه يمكن أن يكون تهدف العين ليس مرتفع كثيراً. بالمدى الذي نسميه نحن مرمال فقط يكون هذا المرض موجود و يبدأ. يجب أن الطبيب العين يأخذ الضغط العين و يكفي الفحص أيضاً و يفحص العصر العين حتى نرى إذا كان هذا المرض موجود أو لا موجود. في بعض الحالات يأخذ الضغط العين كثيراً كثيراً يمكن أن يشعر المريض بوجع العين. لكن لا يجب أن نظر هذه المرحلة لأن نشعر المريض بوجع حتى نقوم بعمل التشخيص لأنه سيكون فترة المرض موجود و يكون العصر العين تأثر. ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي لإرتفاع الضغط العين؟ هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي لها الأشياء. إنه يحدث بالحين أنواع الإلتهاء على القلب العين ممكن أن يفعل إذا شخص أكل ضربي على عينه ممكن يعمل إرتفاع بداخل العين. إذا صار في نزيف بالعين كمان ممكن يرتفع داخل العين. إذا أخذت بعض أنواع من الأدوية خاصة الأدوية التي فيها الورتزون كان بالأضراض أو إذا أخذ حبوب ممكن ترفع داخل العين. وفي أوقات إذا كانت المية الزرق خليناها تصير كثير قوية ممكن أوقات تتعلي داخل العين. إذا هذه أسباب نعرف أننا نحن على إرتفاع داخل العين. ولكن بأبلد الأوقات المرض لا يوجد سبب مباشر. يكون المريض عنده استعداد أن يعلق داخل عينه عندما يتقدم قليلا بالعمل. هذا المرض. وإذا اكتشفناه بمكحلة مبكرة. يعني أول ما تكون مبلش. نستطيع أن نساعد المرض أن يحافظوا على نظرهم. وما يتأثر عصب عينه تقريبا كل حياته. لذلك تشخيص المكر كثير مهم. ما هي العلاجات التي يمكن أن نعطيها لهذا المرض؟ هذا الشيء يقرر للطبيل الذي يكون شخص المرض. يوجد علاجات في الأدوية والأطراض. يوجد علاج الناطئ بوب حتى يخفف داخل العين. يمكننا أن نقوم بعمل الليزر. نقوم بعمل الليزر حتى يخفف داخل العين. والأخيرا نستطيع أن نقوم بعمل الليزر. وأن هناك عدة عنوائية التي تكون هناك مبلش. و然ما حتى نستطيع تخفف داخل العين. موجود الدخول لا يقوم بعمل الليزر. وإنناه لنعمل الليزر. حياة التحضير المأكد. بسبب أن نقوم بعمل الليزر بالنسبة لأطراض الصلاة. وإذاً نقوم بعمل التحضير. وإذاً التصميم التحضير تقارب جزء. ويشف الدكاء صدرات الأطعات الأطراض التي تم تحضير الزر. يجب أن يتم مدى الى لوكوم المطلبة ال귀وكوم إذاً يتعالج من الاعتراض يجب أن يتم إضافة لكل حياته وهي تضع ذلك وإعلام العمل منزل للطبيب لكي نتأكد porque المطلبين التي نعطيه فرصة ينفع فرصة و ينسيط على الوضع أو نريد أن نذهب كابتها هذا الشيء اللي أحباني منكم بمناسبة الأسبوع العالمي لمرض الليكوميك إن شاء الله تكونوا مستفدتوا وإن شاء الله ما أحدا منكم ينصب الليكوميك